كنا نسمع أغنية ناسي عجرم وبهالفيديو كليب نوعا ما كان في بداية لحياة زوجية عريس وعروس يعني عم ببلشوا حياتهم بسعادة بهناء بحب وبتفاهم وأمشي التفاهم أحيانا بيصير ما بين الأزواج أو الخاطبين مشاكل ممكن هذه المشاكل تتراكم لأنه ما منعرف كيف نحلها بالطريق الصحيح اليوم معنا طبعا الاستشارية للأسرية الأستاذ أحمد عبد الله لحتى يخبرنا كيف ممكن نحل الخلاف يعني في حالة سمح الله كان في خلاف ما بين الأزواج أو الخاطبين أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد أهلا وسهلا فيك سعاد صباحك أخلوت وصباحك احنا كتير مبسوطين صراحة سعداء بوجودك معنا وسعداء أكتر بهذا الموضوع لأنه فعليا هو موضوع جدا مهم ما بدي أحكي كتير هيك والصوني قالوا لي ما تحكي كتير أعطي المجال لا يحكي فبداية خلينا هيك نشرح شوي بشكل سريع الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الخلاف وكيف ممكن نتصرف بالطريق الصح لحتى ما يزيد تمام الخلاف الأسري مش حالة مرفوضة بالكامل بين أي زوجين أن يكون فيه اختلافات خلافات في الذوق اختلافات في التفكير اختلافات في الرأي هذا شيء صحي للحياة الأسرية غير الصحي أن يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف في حالة من الندية في الرأي أنه أنا رأيي صح وهو المفروض ورأيك أنت خطأ ويصير فيه تجريح بسبب هذا الاختلاف في وجهات النظر هذه الحالة استمراريتها في الحياة الأسرية التراكمية بتترك نوع من الذكريات السيئة كله انتجاه الآخر إلى أن توصل لمرحلة الانفجار مرحلة الانفجار هي مرحلة أنا طفشت من هالعيشة أنت ما عمرك سمعت كلامي أو أنت ما عمرك سمعت كلامي أنا رأيي مش مهم في البيت أنا 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 طبعا هذا يلحقه أنا الزلمة في البيت الرأيي اللي بده يمشي أنت ممنوع يكون في إليك رأيي أو هي هو عمر ما مش رأيي في البيت هو عمر ما أخذ برأيي هو عمر ما كذا هو دائما بتسلط عليه هذه الحالة من تجاذب الاتهام بين الطرفين هي الحالة المرفوضة بس فكرة أن يكون فيه اختلاف طبيعي في وجهات النظر هذه حالة صحية هذه ما فيها إشكال يعني لازم يكون فيه اختلاف في وجهات النظر هذه حالة صحية لازم يكون فيه اختلاف بين الشخصيات حتى يعني لحتى هذا الوضع الطبيعي والصحيح اليوم لما بده يختار العريس مثلا عروسة نوعا ما لازم تكون مختلفة عنه في بعض الطباع في بعض الأمور لحتى يعني بيكونوا مكملين لبعض زي ما بيقوله هو الزواج يقوم على منظومة التكامل وليس منظومة التشابه تماما منظومة التكامل يعني أنا عندي نواقص تكملها لزوجتي صح مش بالضرورة نكون متشابهين حتى نكمل بعض يعني أحمد خليني أنا وياك هلا نشوف بس لأنه سألنا الشباب والصبايا في الشارع الأردني عن موضوع أنه لو صار فيه خلاف ما بينك وما بين الشريك شو لازم تعمل أو شو الحل بالنسبة لإيلاك؟ خلينا نروح لهذا التقرير ومن بعده بنرجع لما بتنشأ خلافات زوجية بينك وبنزوجك كيف بتتصرف؟ بتتصرف لازم نحل الموضوع داخلي أما إذا دخل بينهم العائلة يعني الذات الأهل خرب الموضوع كامل بنحل المشكلة بنشوف شو سببها نبعد مع بعض والله بحلها بالتفاهم يعني ما في يجي بيجي بي إلا بالتفاهم لأنه إذا أهلا بدهم يتدخلوا يعني زي ما شفنا أرى نوعا ما مختلفة أول رأي قال بممكن خلينا نقول أنه تدخل الناس أو الأطراف الثانية الخارجية بالمشكلة اليوم صار فيه مشكلة ما بيني وما بين زوجي أو طول برفع سماع تليفون على أهلي بقولهم واحد تنين تلاتة هون أدي لها أثر هذا الموضوع وهل هو صح أو غلط؟ هو بالعموم غير صحيح دائما المشكلة يجب أن تحل في إطار فاعليها في إطار اللي أحدثوها فقط ليس في الإطار الآخر المشكلة أكبر من نقل حدث لما الفتاة تتصل في والدتها تتصل في أهلها صار عمل كذا وصار كذا وصار كذا هي ما نقلت حدث هي نقلت حدث زائد شعور هذا الشعور انتقل عن طريق نبرة صوت عن طريق كلمات جديدة يمكن هي استخدمتها هو مثلا حكالها ممنوع تعملي كذا وكذا مثلا هي نقلت الحدث زوجي متصلت علي دائما زوجي متصلت علي مختلفة عن ممنوع كذا وكذا بهرت يعني حطت بهرات على القصة واللي بيصير كمان بدي بس كمان أحكي بموضوع كمان مهم إنه إذا صار الخلاف ما بين الزوجين وهي نقلت الصورة لأهلها أو العكس كان يعني اللي عم بيمشي بالموقف بتصالحوا التينين بس بيضل الأهل في عندهم هالقصة أو المشكلة المعاها هاي الجزئية اللي بدأ أشير إلى هي نقلت الحدث بكمية مشاعر لأن حل بينهم انحل الحدث لكن المشاعر بقيت دائما المشاعر هي الأكثر تخزينا فينا إحنا كبنية انفعالية فهون المشكلة الحدث الأسري أو الخلاف الأسري مش فقط حدث هو حدث زائد مشاعر زائد نبرة زائد قيم انتقلة زائد كثير شغلات خلينا ننتقل كمان أحمد يعني أنا بدي أمشي بشكل سريع على الحلول اللي ممكن اليوم الست تستسهلها أو الرجل يستسهلها في حال حدوث الخلاف أول ما بصير فيه خلاف هي بتسحب حالة وتطلع من البيت تحرد أو هو مثلا بترك البيت وبيغيب له نهار خلينا نقول هاي الحالة حالة احنا بنسميها حالة الانسحاب فيه انسحاب تكتيكي بيكون أحيانا من المشكلات مش دائما صح وأحيانا بتكون صح في بعض الحالات بتكون صح أحيانا فيه خلافات تستدعي أنه الزوجين ياخد كل واحد فيهم على جنب شوي يستعيد توازنه الداخلي الإشكال وين بصير؟ أنه احنا بدنا الانسحاب من أجل استعادة التوازن مش تنسحب وتفكر والله لما أرجع اللي أعمل هيك واللي أعمل هيك أهو لما لازم يجيب جاه ويجيني على دار أهل هذا مش انسحاب صحيح هذا مش انسحاب من أجل الحل فيه انسحاب مؤقت حتى أنت تستعيد توازنك حتى ما تزيد الخلاف حتى ما يزيد المشكلة بعد ما تشعر أنه أنت توازنك استعدت والله أنا برجع بدي أحل المشكلة ليش صار هيك كيف ممكن ما يتكرر الموقف مرة أخرى من الغلطان إلى آخرين راجح على بالضبط هاي الحالة حالة مطلوبة بس الإشكال اللي بصير أنه صارت المشكلة سحب وطلع عند أصحابه على الكوفي شوب رجع آخر النهار ولا رجع ساعة انتين في الليل هو ما قرر أبدا أنه يستعيد توازن الداخلي عشان يحل المشكلة هو قرر يبعد أنا بدي أربيها أنا بدي أعلمها شو يعني تكون زوجة أنا بدي كذا أنا بدي كذا هذه النفسية مش نفسية تحل المشكلات هذه النفسية اللي عندها برضو هي مش نفسية تحل المشكلات لا حل المشكلة بيكون بسيطرة على واحد من ثلاث إما سيطرة على الشعور أو سيطرة على الحدث أو سيطرة على البدي لانجوج على اللغة الانفعالية اللي بحكي فيها طيب أحمد خلينا نرجع برضو مرة تاني للاستطلاع آراء الناس في الشارع الأردني ومن بعده نرجع منعلق على آراءهم لأنه كل واحد عنده وجهة نظر مختلفة نرجع معكم لما تنشأ خلافات زوجية بينك ومتزوجتك كيف تتصرف؟ تتصرف لازم نحل الموضوع داخلي أما إذا دخل بينهم العائلة يعني بالذات الأهل خرب الموضوع كامل بنحل المشكلة بنشوف شو سببها مبعد مع بعضه بنحلها بنشوف أسبابها بنحل المشكلة والله بحلها بالتفاهم يعني ما في يجي بيجي إلا بالتفاهم لأنه إذا أهلها بدهم يتدخلوا أهلها بدهم يتدخلوا بتزيد المشاكل بنشوف الموضوع بنحلها بالعقل يعني على حسب شو الموضوع وشو تطوراته يعني أنا بتتنازل شوي وهي بتتنازل شوي والمركب بسير والله مرات بكون شوي الواحد معصف بس بعاود شوي برو بده يتقبل الوضع يعني مرات بتكون غلطاني مرات تقول غلطان بس بده يكون طويل روحي شوي الواحد بالمسايرة كل شي بسير بالرواء نرجع منهدام نرجع منناقش الموضوع وبتنحل المشكلة أكيد طبعا أكيد طبعا كله بالمسايرة إن شاء الله والله ما يجي بشر يا رب ما في بيته بيخلق من الزعل فإلا يصير مشاكل بين الزوج وزوجته فالحكيم اللي بيحل المشكلة ببيته وما تطلع بر البيت طريقة سليمة الزوج يكون متفهم وما يتسرع يعني أكتر إشأن الزوج يكون متفهم مجموعة من الأراء المختلفة إيش يبقوا لك لمسايرة إيش يبقوا لك مظبوط مظبوط المدام جنبه أكيد بده أيدها بده يسايرها شو رأيك بيتعليق الناس مجموعة مصطلحات وردت مسايرة تفاهم تنازل المشكلة لما تطلع بر البيت الواحد أحيانا بيكون عصبي هذا كله عبارة عن جمل مطاطة بحاجة أنها تتحول لبرمجة سلوكية لسلوكات إجرائية واضحة السلوكات الإجرائية الواضحة هي اللي كنت أحكي عنها قبل ما ناخد هذا الاستطلاع لازم السيطرة على واحد من ثلاث يا سيطرة على الحدث يا سيطرة على اللغة الانفعالية اللي بحكي فيها المصطلحات اللي بحكي فيها أو سيطرة على لغة الجسد وحدة فيهم المهم أبدأ في واحدة فتقود للثانية والثالثة هذا المهم في الموضوع في استطلاع أنا أجريته في 2004 على ما أظن على 64 أسرة فكنت أسأل أين تقع المشكلة الأسرية في جغرافية البيت وين بتصير فكان معظم المشكلات تحدث إما في المطبخ أو في الصالة طبعا في الصالة مفهوم بس في المطبخ أنا لحد بالآن ما فهمت ليش هم يتكون معصبة هم يستخدموا أدوات هم إيش بعملوا أثناء الله يعينهم أين تقع الحل الأسري يقع الحل الأسري عادة في غرفة النوم فهي كان فيها رسالة الأولاد بيشوفوا المشكلة كيف تقع لكن ما بيشوفوا الحل كيف حصل الحل زي ما حكيت بالسيطرة على واحد من ثلاث مهم جدا أن أسيطر على لغة الانفعالية الإشارات الحادة أنت اللي عملت كذا هذه اللغة الاتهامية وإشارات الجسد وإشارات الوجه الحادة جدا أحيانا هذه نفسها تعمل مشكلة صح في كثير من استطلاعات أجريناها في المحاكم الشرعية أنه سبب الخلاف إحنا منسمي إطار المشكلة مش المضمون أنه حكى معي بالطريقة الفلانية أمام أهلي بغض النظر شو المضمون حتى لو حكاها صباح الخير حكت معي بالطريقة الفلانية في المول فورجت الناس علي أو علت صوتها طيب وين المضمون يا جماعة ما في مضمون هذا الإطار إطار يمكن السيطرة عليه ممكن ماشي مضامين الخلافات ممكن أو مش ممكن ماشي بس الإطار أنه أنت تحكي بالطريقة فيها نوع من الاحترام وما فيها تجريح أنك تستخدم بادي لانجوج بطريقة ما فيها تجريح أنك تستخدم لغة آمرة جدا أمام الناس أنك تسيطر على هذه الجزئية هذا كله خاضع للسيطرة بالكامل كيف لازم هلأ هون تتصرف يعني سواء أنه أنت اليوم اللي معصب وعم تحكي بطريقة فيها نوعا ما تعنيف أو تجريح بديش أقول تعنيف تجريح للشخص قدامك أو الطرف الآخر وكيف لازم المتلقي يعني كيف لازم يتصرف لحتى ما يزيد المشكلة المصدر للأمر لازم من الآن يحط بينه وبين نفسه قرار أنا بدي أبدأ أسيطر على الانفعالات أنا بدي أبدأ أسيطر على سلوكاتي هذا القرار بيوفر عليه جزء كبير من الجهد أنا بدي أسيطر ويحكي للطرف الآخر أنا من اليوم أنا بدي أسيطر على انفعالاتي شوي شوي فممكن يصير فيه أخطاء أنت بحاجة أنك تنبهيني لما نهدأ هذا التعهد الداخلي جميل هاي قضية بالنسبة للمستقبل تستغرب خلود أحيانا أنا إلي 16 سنة استشارات أستقبل استشارات في المكتب بيجيني ناس بيحكولي المشكلة طب أنت حكيت للطرف الآخر كذا وكذا لا ساكت ليش لما صار موقف هذا الموقف آذاكي شعوريا في المول على سبيل المثال أنا في وقتها ما عرفت أرد وما عرفت أرد في البيت لأنه خلاص انسيت الموضوع هذه مش دعوة لعدم النسيان لا بس انسيت الموضوع معناها هو أخذ مؤشر أنه ما فعله مقبول بالضبط في المرة الجاي أبشرك حيزيد لا 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 وقالك بيصير فيه استرجاع للذكريات أو المشاكل يعني اليوم مثلا إحنا مرأنا بمشكلة محلناها ما تصارحنا فيها ما حطينا النقاط على الحروف بهذه المشكلة المشكلة اللي بعدها صار فيه استرجاع للمشكلة اللي قابليها ففيه بيصير تراكم للمشاكل لأنها المشكلة السابقة ما نحلت الآن شو اللي بدنا إياه اللي بدنا إياه أنه ما تكون كلامك مع زوجك إذا كان زوجك إنفعالي أنت أهنتني أنت عملت كذا ما يكون ما يكون أنت يكون كلامك أنا أنا شعرت بالإهانة أنا شعرت أنه تصرفك غير لائق أنا شعرت كذا طب إيه أنت لازم يحكو يعني بعد المشكلة على طول بعد أنتها وبعدين مبلش نحكي هذا يتبع بمناسبة للسمات النفسية عند الطرفين فأديش كل حد فاهم السمات النفسية عند الآخر لذلك أنا لو عندي لو سحلي أعمل كورس إلزامي للأزواج بدراسة السمات النفسية للآخر كل واحد تدرس شو السمات النفسية شو يعني السمات النفسية يعني أنا أتعامل معك بناء على ما يتناسب معك تماما تخيل الحياة شو هيصير فيها إذا بدي أتعامل مع الطرف الآخر بناء على ما يحب تماما وبناء على ما يكره تماما هذه كلها عبارة عن جسور تواصل نحتاج أن نبنيها بذكاء بين الطرفين فهل يحكوا بشكل مباشر ولا يحكوا بعدين حسب الأشخاص فيه أشخاص يتقبلوا بشكل مباشر وفيه أشخاص لا يتقبلوا بشكل مباشر فهذه دعوة مسبقة أدرسوا بعض كويس حتى تعرفوا في هذه المواقف كيف تتعاملوا مع بعض بما يتناسب كل مع الآخر أكثر من نصيحة أنت خلال حديثك دكتور أحمد حكيت فيها خلينا بأقل من دقيقة نرجع نحط زي الخلطة المفروض يمشي عليها الأزواج وحتى الخاطبين هلأ مبدئيا كيف يتعاملوا في حال حدوث مشكلة وهل بيفرق كمان سؤالي عام ولا خاص يعني مثلا اليوم مشكلة صارت جوه البيت طبعا أكيد رح تكون مختلفة تماما عن خارج البيت وبالعلن طبعا بشكل سريع نقطة أنه كيف ندير اختلافاتنا نقطة يجب الحديث فيها قبل كتب الكتاب أثناء عملية التعارف إحنا إذا اختلفنا كيف نتفق ومش كلام عام مش أنا ما بدي تحكي لأهلك أو ما بدي تحكي لأهلك مش هيك صار الخلاف وإحنا الآن مشتعلين نفسيا كيف نهدى شو أفضل طريقة أنت بتهدى فيها شو أفضل طريقة أنت بتهدي فيها بتحب نحكي في الموضوع فورا ولا نأجل شوي على ما نهدى هذه كلها نقاط يجب الاتفاق عليها صار خلاف بيننا في الشارع كيف نتعامل معه صار خلاف بيننا في البيت كيف نتعامل معه هذه عبارة عن حوارية مطلوبة بين كل اتنين وبالمناسبة ما إلها توقيت يعني مش أنه والله الآن خلصت خلاص إحنا تزوجنا معناها ما رح نرجع نحكي في الموضوع مرة تانية لا الدنيا عم تتطور دنيا عم تتغير في ضغوطات جديدة في تعارف صار أكبر صرنا نعرف بعض أكثر فإحنا بحاجة أن نطور هاي الطريقة كل فترة وفترة فإحنا بحاجة حوار مستمر مراقبة مستمرة اعتذار مستمر صبر مستمر الفكرة أنه مستمر وموازنة حسنات مقابل سيئات هذه خلطة سريعة حتى ندير خلافتنا الحسنات نوعا ما بتهدي يعني لما أنا بكون معصبة برجع بهيك كي بشوف عند الطرف الثاني حسنات أكيد برجع بهذا شكرا لإلك الاستشارة الأستري أحمد عبدالله وجودك معنا لليوم ومشاهدين رح نروح لتقرير طبعا بهذا التقرير فائدة على المائدة منحكي فيه طبعا عن فوائد ثمرة الكيوي واليوم كمان بدي أرجع أذكر كل مشاهدين أنه رح بكونوا معنا طبعا مجموعة من وجهاء خلينا نقول محافظة عجلون رح نحكي معهم عن الأكلات الشعبية خليكم معنا رح نطلع لهذا التقرير ومن بعده نرجعه